قال موقع العربي الحديث أن نجاح المؤسسات الأمنية المصرية في الإقاع بمرش التنظيم الإخوان الإرهابية في مصر محمود عزة مثلت ضربة القاضية التي عصفت بما تبقى من التنظيم الإرهابي وضف العربي الحديث أن تنظيم الإخوان الإرهابي يعاني حالة من الصراع والانهيار الهيكلي لسيما مع تصاعد التراشقات والبيانات المؤكدة لوجود مخالفات مالية وانفراد بقرار الجماعة وهو ما عزز حالة الانقسام بين مكتبي التنظيم في لندن واستنبول وأيضا هروب قيادات الجماعة وملاحقتهم أفقد عناصر التنظيم ثقتهم بما تبقى من إخوان بالخارج مطر مكتب التنظيم الدولي لتبني إبراهيم مونير مرشدا جديدا رغم تعارض هذا الاختيار مع لائحة التنظيم وأوضح العربي الحديث أن جماعة الإخوان الإرهابية تعاني ظروفا مالية غاية في التعقيد بسبب نجاح الاستراتيجية المصرية في تجفيف وملاحقة عمليات تمويل الأنشطة الإرهابية فضلا عن ملاحقة أضرع التنظيم الإرهابية أمنيا وقضائيا وهو ما دفع التنظيم إلى نفي طوروته في الأنشطة الإجرامية والإرهابية التي ارتكبتها مجموعاته النوعية واختتم الموقع بأن حدة الخلاف بين الدول الرعية لعناصر جماعة الإخوان وأنشطتها الإرهابية بالخارج قطعت أواصر التنظيم اشتركوا في القناة